موسيقى أسعد الله وقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم معنا في حصاد الرياضية والليلة نتحدث عن آخر مستجدات كرة القدم الأردنية ضيف الحصاد لهذه الليلة المدير الفن السابق للنادي الأهلي والمقرب الوطني الكابتن إماد رشادي سيد مساء كابتن إماد أهلا فيك وإلى كل أستاذ المستمعين شايتين قبل الخوض بأمور دور المحترفين وأخبار أندية المحترفين نتصرخ لموضوع الدور الدرجة الأولى والدور الدرجة الثانية والمعاناة المستمرة دائما والحديث عن التحديات والعقبات كابتن إماد الموضوع كان اليوم أو مبارح والمطالبات الأندية الأندية لحق والاتحاد له حق لكن نحن هنا من ناشد رأتا باللاعبين نحن نتحدث عن 14 نادي وكل نادي في سجل مقيد 25 لاعب فهي كمان أرزاق لاعبين حتى لو توقف الدوري أو تم إلغاؤه أو تم تأجيله رح يكون في ضرر على اللاعب يعني نحن نتحدث عن اللاعبين كلهم المسؤول عنهم بالأول الأخير بالفترة هاي الاتحاد والأندية فأنا أتمنى أنه يدخل العقلاء ويكون المصلحة دائما العامة فوق المصلحة الخاصة وأكيد كل طرف له حق يعني الأندية لها حق والاتحاد بنفس وقت له حق لكن دائما خلينا نكون لأجل المصلحة العامة كلنا بصوت واحد وما ننسى اللاعبين يعني بقدر حكي بعنوان رأفة باللاعبين نعم نتمنى أن تكون الأمور في الطريق الصحيح وأن نشاهد المشاركة من كافة الأندية في هذا الدورة إن شاء الله نعم إلى دور المحترفين والسؤال بالشكل العام أنت كنت أحد مدربي الأندية المحترفين الموسم الماضي النادي الأهلي وبدأ هذا الموسم كيف تشاهد هذا الموسم عطا لو تحدثنا عن الموسم الماضي أيضا ما بين الموسم الماضي والموسم الحالي كبداية شوف بداية الموسم كجولة أولى هو خجول لكن المؤشرات للجولات القادمة رح تشاهد دوري مثير تقلبات في النتائج تقلبات في المراكز رح تكون في منافسة شرسة سواء على اللقب ورح تكون حتى هناك منافسة كبيرة للهروب من شبح الهبوط نعم كل أندي بتسعى إنها يعني خلنا نحكي أنه ممكن أربع أندي تتنافس على اللقب نعم وعندك في أندي رح تتنافس على مراكز حتى غير اللقب وفي أندي رح تسعى إنها تهرب من شبح الحبوط نعم فممكن الدوري يكون مثير جدا في الأسبوع القادمة قبل الحديث عن الأسبوع القادم لبطولة الدوري والذي ينطلق يوم الخميسة الأسبوع الثاني نتحدث عن بوادر إيجابية في الشأن المالي لأنديات المحترفين كان من خلال الرعاية الجديدة لبطولة الدورة عبر اتحاد الكرة وأيضا الدعم الذي نشاهده بالأمس كان من قبل السيد محمد الخشمان كرئاسة فخري لنادي الوحدات والأخبار تتحدث بأنه أيضا الدعم سيصل إلى النادي الفيصلي والرئاسة أيضا رئاسة مجلس أمناء نادي الصلط بوادر إيجابية ونتمنى أن نشاهد في كل أنديات المحترفين وحتى على أندي بالشكل العامل نشاهد رجال الأعمال تتجه لدعم الرياضة وهذا ما كنا نطالب به دائما فلابد أن نسلط أبو أن نوجه رسالة شكرا لكل شخص يدعم الرياضة الأردنية وكرة القدم الأردنية نحكي بالأول بالنسبة لتجديد عقد الرعاية للاتحاد الأردن كرة القدم نعم يعني هي نحكي بصراح خطوة إيجابية نعم وإن شاء الله أنه بالفترات القادمة ومواسمة القادمة أنه يكون فيه كمان شركات أخرى وتتوزع رعيات على عدد من البطولات وللأماني شخص مثل الكابتن محمد الخشمان أنه منقدم هيك دعم لأندية القمة وحتى إحنا صراحة الإش اللي بنعرفه كان هو كمان يقدم دعم لنادي الصلط نعم وكمان فيه معلومات نقدم أندي حتى مش بس الصلط والفيصل الوحدات حتى في أندي في درجات أخرى من دوري الدرجة الأولى أو الثانية فعني يا ريت صراحة نشوف هذا المشهد نعم وكل الوسط الرياضي للأماني مبسوط وسعيد جدا والكل بشكر في شخصيته وفي أنه كيف هو شخص وطني بقدم لأجل النهضة باللعبة وأنه كيف الأندي تظلها مستقرة يعني نحكي بصراحة في أندي وضعها المالي صحيح لا يسر عدو ولا صديق يعني نحكي بأماني نحن كلنا بدنا كل الأندية كلها تكون بالمنافسة وأجمل الصور نعم وأيضا عن الرعاية لبطولة الدوري وهذا الذي لم يشاهده الموسم الماضي رعاية لمدة ثلاث سنوات أكيد هذه خطوة بالطريق الصحيح خطوة إيجابية يعني هي شركة كانت موجودة في الموسم الماضي لكن التجديد مع نفس الشركة هي خطوة إيجابية دليل أنه فيه توافق بين الطرفين وفيه رؤية استراتيجية بين الطرفين لدعم الدوري الأردني نعم نتمنى التوفيق لكورتنا الأردنية ودائما الحديث يكون في المعاناة المالية ما زلنا بحاجة إلى الكثير والأندية ما زالت بحاجة إلى الكثير والرياضة بالشكل عام ما زالت بحاجة إلى الكثير لكن خطوة إيجابية لابد من الحديث عنها هو الحديث بروح إيجابية وهذا إن شاء الله يشجع أيضا الرجال الأعمال والشركات والقطع الخاص للتوجه أكثر للرياضة ودعم كرة القدم كابتن عماد أكيد لكن فيه دور مهم للأمانة على الأندية يعني أنا بجوز هو ما أبدأ أحكي قبل ما نبدأ عن الفرق لكن يعني أنت تخيل أنه فيه فريق نادم غير الصرحان أنه نعم آخر أربع أيام ما تدرب نعم عنده مواجهة مهمة مع نادة الوحدات في الأسبوع القادم وأنا عندي معلومات أكيد أنه ما تدرب بسبب المشاكل المالية يعني المشاكل المالية المترتبة كان الفريق واللاعبين موعدين أنه مع بداية الموسم يأخذوا مستحقاتهم السابقة وبناء على هذا الأساس يعني يجدد أغلب اللاعبين وللآن ما الحلقة المشكل المالية يعني الفريق على معلوماته من اللاعبين وأنه ما تدربوا أخر أربع أيام يعني ما في حتى تمرين للفريق فانتمنى أنه الأندية يكون لها دور إيجابي خصوصاً الاتحاد الآن قدم دفع للأندية فيعني الأندية تنتبه للاعبينها تنتبه لأجهزتها حقهم كمان يعني بصراحة اللاعب بنهاية ما يعني رزقته مستقبله كمان غير الموضوع الفني والشغف يعني اللاعب كمان هاي مهنته يعني بالنهاية إذا ما أخذ راتبه وما أخذ عقده يعني اللاعب ليش يلعب كرة قدم بصراحة هاي بالنهاية مهنة ورزقها غياب اللاعب عن التدريب هل بتتؤيد هذا التصرف أكيد لا دائما نحمل المسؤولية بتحملها اليوم إدارات عندي اتحاد المنظمة بالشكل العام لكن عندما تصل هو أي نعم وعنصر أساسي ولكل يبحث حتى أن يكون اللاعب بأفضل حال لكن تصرف اللاعب عندما تصل إلى هذه الدرجة والغياب عن التمارين إذ كان اللاعب يعشق كرة القدم ويمتلك الموهبة أكيد أنا ما بعيد أنه اللاعب غيب عن التدريب لكن إذا كانت المشكلة عبارة عن مشكلة متراكمة يعني تداخلت بين المواسم فاللاعب أصبح يعني فاقد الأمل أو حتى فقد الثقة صحيح وإحنا بنعرف أنه نادي مغير يعني ظهر بظهور جميل في السنوات الماضية وعنده القدرة عنده القدرة كنادي يعني يعمل نكهة في الدورة فإن شاء الله عنا يعني دائما ثقة برجالات نادي مغير السرحان إنه رح يحلوا الموضوع واللاعبين من أحسن نوعية اللاعبين كتعامل أخلاق في الكرة الدنيا وانضباط فهم أكيد رح يوقفوا مع النادي فإن شاء الله بالنهاية بيكون في حل كابتن عمادة اليوم ونحن نتحدث أيام قليلة تفصل منتخبنا عن تجمع أول مواجهة للنشامة في الدورة الثالث المؤهل إلى كأس العالم بين المنتخب الوطني والأندية والأخبار تحدثة اليوم بأن المدير الفني المنتخبنا الوطني جمال السلام يلتقى بعدد من المدراء الفنيين لأندية المحترفين نتحدث هنا عن فيصل وحدات الحسين الأندية التي معظم اللاعبين المنتخب بدروا إلى أي مدى اليوم تشوف تأثير بطولة الدورة انطلاقها بالشكل الإيجابي على منتخبنا الذي سيظهر إن شاء الله في الأسبوع القادمة هو للأمانة دخول الفرق على المنافسة مباشرة يعني خلينا نحكي في فرق يعني مدربين أنه صاروا يحكوا إحنا لعبنا نبراء الودية اللي هي الرسمية يعني ما عملنا ولا نبراء وودية قبل انطلاقة الدورة هذا شيء سلبي في نقطة كمان ممكن تشكل خطورة أرضية ملعب الأمير محمد يعني أي فريق رح يلعب في الأسبوع الثلاثة الأولى من الفرق اللي فيها لعبة المنتخب يعني بكرة ما حدا مثلا يتفاجأ إنه ممكن تفقد من أهم عناصر المنتخب يعني بصراحة تفاجأنا إنه الأرضية بعد ما تجددوها يعني على حكي اللاعبين بالأخص لعبين من اللي لعبوا على في نفس المباراة الأخيرة من الفريقين إنه تفاجأوا بأرضية الملعب إنها أسوأ لسه من الموسم الماضي يعني كانت أرضية مهترئة لكن فيه مشكلة تقنية في أرضية الملعب يعني يبدو إنه ما كانت بالجودة المطلوبة تغير رضاها الأخير تحدث بينه كونه أول مباراة ممكن ما بتكون الأرضية لكن إن شاء الله في السبع القادم تنهر بشكل أفضل في اليوم المدير الفني المنتخب الوطني عندما يجتمع مع المدراء الفنية لأنديات المحترفين وأنت وسبق لك العمل مع الكابتن مع النادي الأهلي وأيضا كان هناك اجتماعات ولقاءات مع الكابتن حسين عموتة تأثير اليوم وين بيكون النصائح بتكون بالطريقة لتخدم المنتخب أو هل ممكن أنه يتعامل لعب المنتخب بطريقة مختلفة من خلال مرحلة إعداد أنه اليوم يعتمد المدير الفني على إعداد اللاعبين مع الأندي من المنطق يجتمع المدير الفني مع المدراء الفنيين بالأخص في عندنا لاعبين بالدورة ما بيكونوا أساسيين فرقهم بيكونوا بالمنتخب نعم فهي نقاط ممكن يتم ناقشتها بشكل ودي نعم ممكن المدرب عند وجهات نظرة أنه أنت نظر اللاعب يلعب بمركز الظهير اليسار أنا بديها بالمنتخب في طريقة لعبي في مركز القلب فتقريب وجهات النظر أكيد رح يخدم المنتخب زائد بطلع الجانب البدني اللي هو الأهم في المرحلة هاي أنه وضع اللاعبين معنديتهم لأين واصلين أنت بتحكي رح يدخل على المباريات الرسمية التجمع قصير بتاع المنتخب مش تجمع طويل يعني ممكن ما برفع من الكفاءة البدنية لللاعبين يعني ممكن بس هو الجانب التكتيكي فمن الطبيع أنه يلتقي المدير الفني مع المدرع الفنيين ويسأل عن كل اللاعبين وزائد يأخذ وجهات نظر المدربين في عناصر معينة لأنهم أقرب لللاعبين يعني ممكن هم يوميا مع اللاعبين في التدريب هو ممكن بعض التجمعات فهم رح قربوا للصورة أكثر نعم وأنا أعتقد أن خطوة كثير إيجابية ولازم هذه صراحة خطوة دائما على مدار السنة نعم كابتن عماد كيف سيتعامل اليوم مدانة دورية مبكرا لأجل المنتخب الوطني كيف سيتعامل الجهاز الفني مع اللاعبين الذين احترفوا في الخارج ودورياتهم لبتبدأ بعد هنا المشكلة يعني هذه من أكبر المشاكل رح تواجه انطلاقة المباراة الأولى للمنتخب أنت في عندك لعبين يعني لحد الآن ما التزموا بتدريبات ومنهم يعني النجم يزن عماد ونتمنى أنه تنحل أموره يعني بطريقة سريعة لأنه بصراحة مكسب وطني مكسب كبير للمنتخب الوطني وإحنا داخلين على استحقاق وحلم أو ما بنا نسميه حلم الآن هدف لأنه الفرصة مثالية للوصول لكأس العالم يعني يجب يعني هاي الأمور كلها يكون فيها اعتبار وياريت يزن يعني يكون عنده القدرة يحل مشكلته أسرع لأنه مشكلة المدرب إذا يعني مش بس يزن تبتحكي مش أقل من مجموعة كبيرة من اللاعبين الآن بفرقهم ما بدأت البطولات صحيح فهنا حتى رح سير انتقادات بكرة أنه كيف استقطعوا اللاعبين ما لعبوا بالمباريات فعشان هيك المدرب استطبق الأحداث وعمل تجمع لكل تأكيد بيكون في تواصمة بين الجهاز الفني واللاعبين اللاعبين الليلتحقوا بالفرق والتقديم للنصائح خصوصا اللاعبين متحدث عنهم ركائز أساسية على تجميع المنتخب قبل بطولة الدورة لأنه كان عارف أنه رح يتعرض لبعض المشاكل فكان استقطب أكبر عدد اللاعبين على المؤسكر في تركيا عشان يشوف المستوى الفني ويفهم اللاعبين وشخصياتهم ويتقرب أكثر منهم وأخذ فكرة جيدة عن اللاعبين للأمانة يعني أنا متأكد أن الكابتن جمال صار عنده دراية وتواصله كمان مع المدربين وتواصله مع المحيط الرياضي ممتاز يعني للأمانة المدرب والجهاز التدريبي يعني واصلين أنا متأكد لداتة عالية الآن عن اللاعبين وعن أوضاع اللاعبين وعن حتى لعبين منتخب الأولمبي وعن منتخب الشباب يعني للأمانة خطوات مدروسة لكن المشاكل إن شاء الله أنه قادرين على حلها عندنا زخم لاعبين يعني خلينا نحكي بصراحة الآن طبيعة المنافس في الدورة رح تنتج لك لاعبين أكثر ورح يكون في زخم لاعبين فرح تكون خيارات كبيرة أمام المدير الفني إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني وكنا ثقة بجميع اللاعبين حتى اللاعبين الذين لم يبدأوا تدريبات لم يتعقوا بأندي لم يبدأت المباريات الرسمية اليوم اللاعبين بكل تأكيد يتواصلون من خلال تدريبات بشكل فردي نعم هو التدريب وأجواء المنافسة تعطي جهازية أفضل وأكثر لللاعبين حرص الجماهير الأردنية دائما تتبع أخبار اللاعبين لكن اليوم القرار فيه مع بعض اللاعبين القرار ليس بإيدهم بالقرار بإيد أنديتهم النادي لما يكون طالب مثلا مثل إذا نعمات شغل جزائي كبير هذا ممكن يقلل من حضوظه في الانتقال إلى أندي قد يطنح اللاعب إليه وخصوصاً لأندي اليوم الكبيرة إذا بنتحدث ترى المبلغ يكون ليس مثل ما اللاعب بده يعني ممكن تروح على نادي مش قوي فنياً يدفع لك مبلغ أكثر وممكن تروح على نادي المبلغ يعني ما يكون أحكي لك أنا بهذا المبلغ أستطيع أن أجيب لاعب حر بنفس كفاءة اللاعبين نتمنى أن تكون الأمور في السليم في الأيام القادمة وبالعكس نخذها بروح إيجابية دائماً ننظر للشيء في ناحية سلبية لكن في ناحية إيجابية أنه اليوم اللاعب اللي ما التحق فيه عنده طموح كبير ودافع كبير أن يعوض مع المنتخب الوطني وكنا نذكر يا زيد أبو ليلى في آخر المواجهات قبل كأس آسيا كان جليس دكة البدلاء مع نادي وظهر مع منتخبنا بصورة أفضل حتى من السابق وأثبت للجميع بأنه حارس يستحق أن يكون حارس للمنتخب الوطني يستحق أن يشارك أساسي في أي مواجهة فهي تعطي أيضاً ردة فعل عكسية لدى اللاعب أن يقدم أفضل أن يقنع أكثر ولاعبين إن شاء الله هم ما بتأثروا وإن شاء الله توفيق لموسى التعمري اللي بتلقى عدد عروض كبيرة لكن حتى موسى التعمري القرار مش بيده بإيد نادي وأيضاً النادي يبحث عن الاستثمار من خلال أوهبت موسى التعمري نادي اللي تقدم بسبع مليون فهو نصف أنه هو عدة أنديل حسب عدة أنديل لكن أكثر إشي النادي الأقرب في الإعلام وكان في أخبار النادي شتوتغارد الألماني فقدم سبع مليون فالنادي مصر أنه على عشر مليون صوتنا مش راح يوصل لإدارة نادي من بلاي الفرنسي لكنه يتعامل باحتراف لكن هنا في نخطة مهم أستاذ لي اللاعبين عندنا مشكلة في الوكلاء أو طريقة التعاقد أو مدة التعاقد أو استراتيجية التعاقد لللاعب يعني إحنا اللاعب دائما لازم يكون مصيره في إيده نعم يعني يكون فيه تخطيط في الفكرة والطموح لأنه أنت الآن أجاك عرض يعني مش بإيدك الحل لا لازم يكون أنت من خطتك أنه بإيدك الحل شو الإشي اللي تقدر تعمله كلاعب وتكون حر نعم فإن شاء الله أنه فكافتين خلينا نكون واقعيين يعني أنا مثلا موسى التعمري كان في الدور القبرصي من ثم إلى الدور البلجيكي لم يقدم كل ما لديه مع الدور البلجيك المركز اختلف كانت أدواره الدفاعي لم يظهر بالشكل الهجومي اللاعب صبر والتزم مع النادي ووصل لمرحلة وما في عنده الأرقام العالية التي تقدر توسطه لنادي مثل ما هو يطمح لأنه بده يتخذ مسار فجاء العرض من النادي الفرنسي وكان فيه أكثر من نادي فرنسي بفاوض موسى التعمري لأذكر وقتها لكن تمت الموافقة ما بين النادي وموسى التعمري نادي موسى بليل الفرنسي اليوم اللاعب يريد أن يطلح حتى تفتحانه من جديد بدوره أقوى فاليوم قد يخضع اللاعب لشروط النادي في التعاقد أنه شرط النادي أنه تكون عندي سنتين ثلاث سنوات وموسى كان واضح وتحدث بأنه محط هذا النادي الذي يذهب إلى نادي أفضل والنادي أيضا بكل تأكيد يعمل باحترافية بأنه هذا اللاعب يقدم للمردود الفني وأستفيد منه من خلال استثمار في هذا اللاعب يعني هي خلينا يعني اللاعب هل يكون بالقرار بييدو أنه اليوم أنا لا أريد لعب سنوات خصوصاً لأندي أوروبية أو لأندي الكبير لا لا ممكن ممكن هسا يعني هو بالعكس لازم يأخذ أطول فترة زمنية مع هالفريق عشان يظهر أكثر لكن شروط التعاقد شروط التعاقد أنت بتقدر تحدد كثير أشياء في العقد تخدمك في المراحل أنت كلاعب خصوصاً صراحة يعني موسى التعمل كان واضح على التطور وكان واضح على الخطوات وواضح أنه رح يروح لبعيد في كرة قدم إن شاء الله رح يروح يعني كمان إن شاء الله موسى منشوفه بالمواسم الجاي يعني يكون فخر للكرة الأردنية فهي جزيئات هذه البسيطة في العقد مهمة وتدرس شوف أنت النادي يعني لو طلعنا العكس شوف ذكاء النادي في استخطاب اللاعب يعني عملية استثمارية بحتة يعني بالنهاية النادي رح يستفيد ورح يأخذ مردود العقد اللي دفعه لموسى كمان نعم مواهب كثيرة في الوطن العربي مواهب كثيرة في العالم وإحنا اليوم من خلال متابعتنا لكرة القدم بالشكل العام وكرة القدم العالمية نلاحظ حتى اللاعب العربي المبدع والمتميز وليحنا من خلال متابعتنا نشوف أنه في بعض اللاعبين العرب مع الأندية الكبيرة والقوية بقدمه مستويات مميزة جدا لكن شأن اللاعب الأجنبي أكبر وأكثر بكثير من شأن اللاعب العربي وهي نخذها بعين الاعتبار اللاعبين لا يتجزأ من منظومة كرة القدم العربية والأسيوية وحتى الأفريقية فاليوم أنت تشوف اللاعب البرازيلي كيف سعر اللاعب البرازيلي تلاقي حتى اللاعب العربي لما يوصل لمراحل متقيم محمد صلاح مراحل متقدمة أي نعم له وكان شيئا كبير لدى الجماهير العربية الجماهير المصرية حتى جماهير نادي ليفربول لكن لو محمد صلاح لاعب برازيلي أو أرجنتيني بيختلف الحال أكثر وتشوف له شيئا أكبر على صعيدة على مستوى كرة القدم العالمي فأحنا اليوم لاعبين بكرة قدم أردنية محلية يعني إذ ذهبنا نذهب إلى مشاركة أسوية تاريخية لما نصل إلى كأس العالم ما في محطات قوية تاريخية لما انتخبنا على صعيد القارة في البداية فأنه لاعبين شقوا طريقهم نحو غربة في عثرات بتكون بطريقهم إن شاء الله بدها تنازلات يعني هو بالطر اللعب يعمل تنازلات عشان يصل بدهها لكن إحنا أستاذ ليث في نقطة مهمة بهذا الموضوع في دول إحنا متقدمين أكثر منها يعني على مستوى الدولة وبتلعب كأس عالم ولعبينها بلعبوا الآن في دوريات عالمية الفكرة إنه فكرة مبدأ التسويق والثقافة الاحترافية لللاعب يعني إحنا عندنا الداتا لللاعب ضعيفة السي في ضعيف يعني ما بتلاقي إنه اللاعب يملك هاي الأدوات يعني حتى لما يحكي مدير أو وكيل اللاعبين عنده اهتمام بلاعب في المنتخب الأولمبي عنده اهتمام في لاعب في المنتخب فتلاقي حتى هو لما يجمع عنه المعلومات والإحصائيات للمواسم السابقة صعب هاي كمان الأمور لازم اللاعب يشتغلوا عليها يعني هي لازم كمان يكون في دور الاتحاد الأندية لكن اللاعب يقدر يشتغلها بشكل فردي عشان يسوق حاله فيه لاعبين مرات على الإيميل على الإيميل بيبعث للأندية وبيبعث يسوق نفسه لمدربين وكثير لعبين يجحوا في هذا المجال هي بالاختيار طريق من البداية يعني اليوم موسى التعمري بحاجة إلى من يسوق موسى التعمري الآن من الأكس ناجح وحكيت لك يعني إن شاء الله رح يروح ل أنا واثق أنه رح تنحل أموره ورح يروح لدوري أقوار إن شاء الله وإذا النادي بكل تأكيد في نهاية المطاف يعني النادي إذ كانت الحسب استثمارية هو الموسم القادم موسى لاعب حر يذهب كيفما يشاء ممكن أنه تكون في وفاق ما بين اللاعب وإدارة النادي ويروح للنادي اللي بيكون أفضل لموسى التعمري إن شاء الله هذا ما نتمنى ميمية والآن لدينا فرصة لكل لاعبين الآن الطريق نحو كأس العالم كأس العالم عبارة عن أقوى مادة تسويقية لللاعب يعني ما بدي يحتاج لأي حدا يسوقك وصولنا لكأس العالم رح يجيب العروض الحقيقية اللي بتمناها اللاعب الأردني يعني بجوز كلنا كمتابعين وكمدربين وكعلميين تأملنا بعقود أكبر من هيك بعد كأس آسة لللاعبين الأردني فاتفاجأنا بالعقود والعروض اللي أجت على اللاعبين الإنجاز لأنه كان جماعي إحنا الشكل الفردي لللاعب ما بظهر يعني إن شاء الله أنه اللاعبين يعملوا على هذا الموضوع في الأيام القادمة كيف يكون عنده داتة خاصة فيه يسوق نفسه لأنه بصراحة كمان في فترات ماضية طلعوا لاعبين بأسعار الفكرة اللي صارت مأخوذة عن اللاعب الأردني وقيمة اللاعب الأردني بالفترات الماضية أثرت على الفترات هذه لكن أنا أتوقع بإذن الله بعد إن شاء الله تعهنك أعس العالم سيصير فرق كبير في سعر اللاعب الأردني سترى انتعاشة في اللاعبين الموهوبين ستظهر أكثر المساحات التي تظهر اللاعبين نعم كبتنا نتحدث بواقعية وهي وجهة نظر اليوم نحن نتحدث بكل تأكيد نحن نتحدث عن منتخبنا الوطني العاطفة تلعب دور وإذا العاطفة ما أثرت علينا في حديثنا عن المنتخب الوطني بيكون في شيء غلط العاطفة أثرت وشفنا منتخبنا أفضل منتخب في العالم وشفنا أفضل منتخب في آسيا بدون منازع وبالفعل منتخبنا كان الأفضل في النسخة الأخيرة لبطولة كأس آسيا الأندي اليوم الأوروبية والأندي الكبيرة التي تتسعى للبطولات هل تأخذ فقط مشاركة لبطولة مجمعة ومقياس لأن تقيم عليه اللاعب ممكن تلتفت لهذا اللاعب وممكن تتابع اللاعب مردوده أيضا في المباريات على مدار العام كامل وبتختلف اليوم في كثير لاعبين لاعبين لبطولات مجمعة خلال شهر بيقدم كل ما عنده لكن خلال سنة كاملة يعني اليوم لما تحكي عرس المرمى مثلا اللاعب اللي بيلعب كل شهرين ثلاثة أشهر مع أن ينتخب مباراة واحدة كعرس مرمى ويقدم كل ما لديه في هذه المباراة ويتألق في هذه المباراة مثل لما يلعب كل أسبوع مباراة ممكن يتعرض لخطأ وهذا أي حرس المرمى مثلا يتعرض لخطأ كذلك اللاعب فالنظرة تكون شمولية أكثر من قبل الأنديا التي تبحث عن مواصفات وتتابع بعد قد تفاصيل مواصفات اللاعبين أكيد تشوف أول خطوة الدوري الدوري نظام الدوري عدد مباريات البطولة نعم لأنه هم يتطلع على عدد دقائق اللعب كثير مهمة في استخطابات اللاعبين يعني لما يشوفوا اللعب الأردني كل جدولة المباراة عبارة عن 22 مباراة بالنسبة لهم رقم كثير ضعيف زهد لما يتطلع على اللعب الفعلي في الملعب ودقائق اللعب كما الرقب يعتبرونه كثير ضعيف يعني ممكن حتى موسى تعمري مرة عمل اختبارات في نادي إسباني يعني كانت فيه نتائج وكانت بنفس وقت شو النصائح صحيح فهو عمل على النصائح وشتغل عليها نعم فالفكرة أنه أول خطوة الدوري نعم الدوري الأردني إذا تطور المنتخب أكيد سيتطور صحيح وأسعار اللاعبين سيرتفعوا وأكيد سيكون فيه يعني إذا كان فيه متابعة لدوري طويل وتابعوا اللاعب في عدد كبير من المباريات أكيد اللاعب ممكن يجيه عرض كثير قوي نتمنى لهم التوفيق لكل اللاعبين لكن هي اليوم أنه يعني الأمور أفضل من الصدق أكيد يعني إحنا في سنة من السنوات أيام عددان حمد ووصول منتخبنا في كأس آسيا وكان في تقريبا 22 لاعب في الدور السعودي وغيرها من الدوريات العربية بعد هذه الفترة يعني يمكن لاعبين أو ثلاث لاعبين اللي كانوا محترفين في الخارج وكانوا مقيمين في نفس الدول ممكن نتحدث عدية الصيفة ياسين البخيت فقط كل اللاعبين محليا اليوم برضو يعني ننظر ويجيه الدور الماليزي منيح يعني اللاعبين عم يحترفون في عرض تجيهم كان دور العراقي دور البحريني دور الإماراتي الدور السعودي الموسم الماضي كان يزيد أبو ليلة حتى لو كانت درجة الأولى في ضخ أموال كثيرة الدور القطري شاهدنا لاعبين أيضا الموسم الماضي كانوا في الدور القطري فاليوم فيه تحسن في هذا الملف في هذا الموضوع نرحنا نرحنا وين قاعدين نتقدم نرحنا الخطوة جديدة لكن اليوم أيضا فيه لاعبين أفارقة بنفسه لاعبين أنا نعم اليوم يبدو يتعاقد فيه مدارس كثيرة والأسعار قد تختلف وفيه مواهب كثيرة والنظرة تختلف لنظرتنا ننظر لعاطفين نشوف لعبيننا يعني نحن اليوم بنتابعنا نشوف يزا نعيمات وتحضر مباراة في أحد الدوريات الأوروبية حتى لبرشنوري مدريد بتقول والله لو يزا موجود كان جابها يقول والله لو يلعب معهم غير يقدم بتشوف موسى التعمري بتقول والله لو يلعب مع ليفربول غير يفاعل الجهة اليمنى أو اليسرى في الناحية الهجومية لكن النظرة تختلف فأنا بنتمنى أنه نخف الضغط عليهم في هاي الناحية وهم بكل تأكيد أي لعب حاب أنه يختار الأفضل إله وفيش لعب ما بيتمنى أنه يكون في أوروبا ويكون نجب حتى على المستوى العالمي هذا طموحهم لكن الأمور ما بتمشي مثل ما بدون اللاعف بالنهاية شوف بالأمور الاحترافية كل شيء بنحل يبنى رح يصل لحلول وحلول إيجابية رح تكون منصفة لهم إن شاء الله إن شاء الله من الحديث عن اللاعبين وهو الحديث الشائع في الأولى الماضي والفترة الأخيرة من حرص الإعلام الأردني وحرص الجماهير الأردنية على منتخبنا الوطني وأيضا حتى على اللاعبين وهذا الشيء لم نحده في سنوات سابقة أن نصبح أيضا نتتبع أخبار اللاعبين مشجعين لهم في انتقالهم في تلقيهم للعروض هذا شيء جيد إيجابي أعطي طموح لكل اللاعبين أنهم يسيروا على هذا الطريق وأنه تصبح لهم نجومية اليوم نهتم في أخبار تعاقداتهم وانتقالاتهم حتى الأنديل يتقدم لهم عروض على المستوى العالمي موسى التعمري يقدم دروس كثيرة وحتى على المستوى العربي ونرى الإعلام العربي أن يتحدث على اللاعبين أصبحوا نجوم للعرب فنحن نكون دعمين لهم ونعكس الصورة الطيبة والإيجابية عن اللاعبين كابتن من المنتخب الوطني واللاعبين إلى دورنا المحلي والأسبوع الذي سنطلق يوم الخميس بنظرة عامة وبشكل عام نتحدث عن هذه المواجهات للأسبوع القادم هل تتوقع أن يختلف الحال عن الأسبوع الأول هل تتوقع أن يكون هناك مفاجآت عطفاً عن نتائج الأسبوع الأول يعني فريق حقق الفوز أن يتعرض للخسارة أو نشاهد تذبذب في المستوى أكيد سنكون هناك اختلاف في النتائج لكن نستطيع أن نسمي أغلب الأسبوع أسبوع متوازن يعني مثلاً من أهم اللقاءات الحسين والرمثة على نفس الهدف المنافسة على اللقب فتعتبر مواجهة متوازنة من ناحية الهدف ولو نجي نفكر حتى في مواجهة شباب الأردن والجزيرة فريقين في الأسبوع الأول كانوا فاقدين للنقاط الآن تعتبر مواجهة متوازنة كل الفرقين يسعى إلى تحقيق النقاط ولو نجي نفكر كمان بفريق الصريح والعقبة برضو الفريقين في الأسبوع الأول ما حققوا أي نقاط فتعتبر مواجهة متوازنة ومنقدر نحكي الأهلي مع العان خلينا نحكي أنه معان حصل نقطة أمام نادي الفيصل في الأسبوع الأول فعطته حافز إيجابي فرح تعتبر كمان مواجهة متوازنة وممكن أرضية الملعب تأثر شوي على لقاء الفريقين وخلينا نحكي كمان المواجهة الأخيرة خلينا نحكي برضو شوي عن فريق الوحدات ومغير يمكن الظروف اللي بمر فيها مغير أنه فريق ما تدرب في آخر أسبوع هاي أكيد رح تلقي بالظلالها على شكل المباراة لكن للأمانة الدوري كل ما تقدمت الأسبوع رح تشاهد إثارة رح تشاهد ندية حتى الأسبوع الأول نوعا ما مبشر يعني عدد الأهداف الشكل الهجومي للفرق نحكي بكل أمانة حتى الأخطاء التحكمية نادرة يعني كان الوضع في الأسبوع الأول مميز يمكن شوي الحكي كثير عن موضوع الملعب وطبعا أكيد الحمد لله على السلام إلى فضل هيكل اللي هو كان لاعب من الموهوبين وكان على فكرة فضل هيكل بها الفترة ممكن الأسماء القريبة لمنتخب الرديف يعني ممكن الإصابة شوي هذا الشهر فنتمنى له السلامة وإن شاء الله أنه بيكون في حل للملعب في الأيام القادمة صالح كل الفرق نعم أيضا التعاقدات ما زالت مستمرة عن دية المحترفين محترف الفيصل أجل بوصل وبدأ التدريبات مع الفريق وهذا إذ وفق الفيصل في هذا اللعب سيشكل إضافة كبيرة أكيد بس أنا أحكي لك شغل بأمانة المباراة الأولى للنادي الفيصلي كانت مع نادي معان كمباراة الفيصل يقدم يعني الفيصل استحوذ كان شكل فريق الهجومي ممتاز حتى المهاجم يعني اللي عند الفيصل نحكي بأمانة كبكر كالبونة مهاجم يعني عنده طاقات يعني لاعب مميز جدا يعني بصراحة الفيصل اللي بيملك مهاجم والوحدات إبراهيم صبرة يعني من المهاجمين اللي قادرين يلعبوا ويجيبوا هدفين فهم يعني عندهم لاعبين لكن ممكن مرات طريقة اللعب أنك تحتاج تلعب أربع أربع أثنين بدك مهاجم ثاني أما أنه يملك الفيصل مهاجم يمكن أنهم مثلا أول نص ساعة من المباراة لعبوا ما مننتقس من حق معان اللي كانت ظروفه كثير صعبة قبل المباراة من نحت تسجيل اللعيبة ومن نحت عدد كشف اللعيبة لكن الشكل التنظيم الدفاعي حتى الواقعية بالأداء أمام الفيصل في أسلوب الدفاع المتأخر كمان كان له دور في مع أرضية الملعب أثر على أداء الفريقية لكن رح يختلف فيصل أيضا أخبار التعاقدات الصريحة أعلن التعاقد مع الحارس المميز عبدالله الزعبي وأيضا مع قصيين مر شوف هو الفرق ظلت تعاقد لنهاية الفترة نعم لأن الفرق ما زالت منقوصة يعني أغلب الفرق ما اكتملت التعاقدات مع اللاعبين وشوف الدوري بعد الجولة الثالثة بعد التوقف رح يكون دوري آخر رح تشعر أنك رح تلعب الجولة الرابعة كأنها بداية دوري جديد لكن الآن فرق لأنه فيه هبوط أربعة وأربع فرق ممكن تنافس على اللقب الكل بده يطلع بأقل يعني بأفضل النتائج صحيح بأفضل العدد من النقاط عشان يساعده في المرحلة القادمة يمكن طبيعة الدوري السنهاية للثبات الناس بتفكر أنه بتحتاج نقاط للثبات أقل من الموسم ماضي لا بالعكس أنت بتحتاج الآن أي فريق بده ثبات بده مش أقل من 28 نقطة عشان يقدر يثبت في الدوري فالمنافسة ستكون شارسة التقلبات في الدوري على سلم الترتيب على المنافسة على جدول الترتيب ستكون بكل أسبوع نعم ما تمنى التوفيق أيضاً في عدد من اللاعبين حتى الآن لم يوقع مع أي نادي يعني اليوم أيضاً عمر قندين نشر على الفيسبوك إذا قرأت منشوره بأنه شخص حكم عاطل عماله وعلاقة مع نادي الأهلي وكان فيه عنده عروض واستخار وقرر يختار الأهلي لكن حتى الآن هو بدون أي نادي أفكرة فيه مجموعة كبيرة من اللاعبين نعم يعني لو بدك تتعد وأسماء منها كانت يعني بارزة في الموسم الماضي لكن هو أنه اللاعب يستنى لأخر لحظة ممكن مش بس النادي يا مرات اللاعب يحب يستنى ممكن أجاء عرض على أمان على البحرين صحيح يعني مرات اللاعبين يستنوا العروض لأخر فترة بعدين يعني مثلاً من المهاجمين البارزين عدي القرى يمكن لحد الأمم ولا مع فريق وفعلاً يعني هو مميز كان في الموسم الماضي مع فريق السلط صحيح أعتقد من هون لنهاية الشهر لفترة التسجيل راح تشوف كثير أندي سجلت لاعبين وعلى فكرة في أندي لسه بتحكي مع محترفين يعني أعتقد فريق العقبة استخطى مبارح ثلاث محترفين نعم يعني ما بعرف إذا راح يظهروا في الأسبوع القادم أو الأسبوع اللي بعده فالفرق راح تكتمل جهوزيتها بعد فترة التوقف خصوصاً فترة التوقف الفترة هاي مختلفة عن الموسم الماضي موسم ماضي كانت فترات التوقف طويلة وغير محددة يعني بتتحدد حسب الاستحقاق لكن هذا الموسم فيه تنظيم وجدولة مناسبة للفرق زائد فترة التوقف فيه بطولة الدرع يعني ما أنك تلعب مباراة رسمية معناته الفرق ما راح تقدر تغير كثير من شكلها ورح تشارك عناصرها نفسها عشان تصل فيهم للجهوزية الأعلى لأنه فترة قصيرة فأنا بأتوقع أنه راح تشوف دوري جديد بعد أول فترة التوقف من عناصر ومن زخم ومن جمالية وشاهدنا بالأسبوع الأول بعض المبارات يعني مبارات السلط مع شباب الأودن كانت كثير مباراة حيلة وجميلة يعني صراحة كانت ممتعة فيها عداء فيها تشويق فيها فرص للفريقين وتميز للأمان فريق السلط في ظهوره في الأسبوع الأول على عكس ما كان يقال عن فريق السلط قبل بداية الموسم استخدامات جيدة الكابتن ديان شغال بطريقة يعني كل مركز ولاعبه استخدامات محدودة لكن مقنعة والأهلي كمان بصراحة ظهر بالأسبوع الأول بشكل مبشر للموسم وللأمانة لسه الفرق يعني اللي ظروفها صعبة بدك تصبر عليها يعني أنا أحكي يا الله يعين المدربين الله يعين كل المدربين على الفترة القادمة وأنا بحكي الأندي يعني هي نصيحة من تجارب يعني لازم يصبروا على المدربين ليس مقياس الأسبوع الثلاثة الأولى بحكم أطول دوري الموسم الماضي 14 شهر فترات الراحة يمكن الاتحاد كان واضح وحدد متى البرنامج تعد دوري لكن كل هذه الفترة لم تكن كافية زايد الأندي كان همى تعرف كم قيمة الرعاية المالية فإن شاء الله أنه دوري رح يكون جميل الموسم هذا رح يكون مشرف إن شاء الله ينقص هذا الدوري الحضور الجماهيري اللي غابت عن الأسبوع الأول حتى الموسم الماضي كان لعدد قليل بالشكل العام نحن نتحدث هذا الدوري يعني اليوم نحن موسم كروي محلي على صعيد تحدثنا سابقا على صعيد الأندي المنافسة تكون قوية الأنديا كلها عدة العدة لأن تقدم أفضل ما لديها في هذه البطولة لهذه النسخة لهذا الموسم أيضا مواجهات المنتخب الوطني على مدار العام القادم نتحدث عن تسع مواجهات مصيرية فاليوم نحن على موعد مع مباريات كرة قدم عديدة كثيرة حال أفضل إن شاء الله الحال المادي أفضل نوعا ما من الموسم السابق حتى اليوم موضوع الجائزة رفح الاتحاد من 60 إلى 100 ألف تلاقي الناس ما بتتحدث بطاقة سلبية كبيرة يعني زيادة 40 ألف أحسن من لا شيء يعني هي كانت 60 100 ألف إن شاء الله الموسم البعد وتكون 120 ألف 140 ألف يعني الرقم لا يذكر مقابلة مع تعاقدات الأندي خصوصا لتبحث عن ألقاب لكن اليوم ما شستر ستي اللي بحط 100 مليون قدت جاهزة الدورة بطالة أوروبا كل الأندي اللي بتبرم تعاقدات وتحقق بطولات الجائزة لا تصل العائد بيكون من الجماهير عائد من التصويق عائد استثماري في عوائد عدة للأندي ومداخل إضافية للأندي وإن شاء الله على صعيد البناء التحتية ملعب لقويسمي سيعود إن شاء الله بالحلة الجديدة مع نهاية هذا العام بشهر 11 نشوف أستاذ الملك عبد الله في لقويسمي يستقبل المواجهات المحلية لأنديتنا في بطولة الدوري وفي مساعي حتى الآن من قبل الاتحاد على تطبيق تقنية الفار لكن حسب ما فهمت أن الموضوع لا نستطيع أن نطبق التقنية في كل الملاعب في ملاعب لا تصلح لأن نطبق التقنية أمور فنية فلذلك يبحث الاتحاد اليوم وينظر من زاوية الشمولية لجميع الأندية وهنا مبدأ العدالة لا يكون محقق إتحاد كرة القدم إذا ثبت الفار في ملعب أو ملعبين فأنت بصف عندك مباراة بالأسبوع ومبارتين فيها فار وثلاث مباراة فيش فيها فار فأنت رح تفوت بمشكلة أكبر وأكبر شوف عملية التطوير خلينا نحكي خصوصا فترة كورونا والظروف اللي مرت على البلد وعلى الاتحاد ما هو جزء من الاقتصاد يعتبر الدعم اللي بيجي من الحكومة من اللجنة الأمبية أثر كثير على الخطوات وأثر على الشركات الراعية وعلى الشركات كلها لكن صراحة أنه أنت ترفع جائزة الدوري خطوة إيجابية إن شاء الله أكيد رح ينبني عليها للمواسم القادمة وبالنها رح تصل الجائزة إلى رقم جيد يرضي كل الأطراف وإن شاء الله خلينا نحكي جوز فكرة أنه بوط الأربع عندي تعطي منافسة أكثر رح تعطي منافسة أكثر ممكن حتى استعاب الملاعب الجاهزة والأشبية لعدد الفرق أنسب ممكن كمان حتى دوري الأولى بصير أقوى وبصير على فكرة دوري الأولى يعني هو من أكثر البطولات اللي بتنتج اللاعبين يعني هو دوري مهم جدا يعني هو أنتج أفضل اللاعبين موجودين الآن في دوري المحترفين فهي العملية إن شاء الله في تطور لو كان بطيء لكن متقن أهمش أنه فيه إتقان وبصراحة لا فيه إحنا خلينا نحكي المنتخبات فيه تطور متخبنا الأول ظهر بشكل كويس وقاعدين يشتغلوا إن شاء الله كويس للمرحلة القادمة والأندي للأمان حتى الأندي خلينا نشوف السنهاية فيه منطقية في شغل الأندي أكثر من السنوات الماضية يعني لو طلعنا على الحسين إربد مثلا فيه عقلانية السنهاية في استقطابات اللاعبين والمراكز مش عبارة عن تقديس لاعبين بقدر ما فيه رؤية واضحة للنادي وللجهاز التدريبي لو جاءنا نطلع حتى على النادي الفيصلي أنا يعني كثير شخصيا مبسوط من الفكر بشتغل عليه الفيصلي بغض النظر عن نتيجة المباراة الأولى لكن إنت متطلع على المدرب عارف شو هيكل الفريق وشو كل شو بده طريقة لعوب والمراكز نفس ليش الوحدات السنهاية نعمل خطوة أعتقد أنها رح تكون إيجابية إذا كان فيه صبر أنه اعتمد على جزء كبير من أبناء النادي عادل ألق لبعض اللاعبين مثل مهند سمرين اللي هو موهبة كروية لكن تعرض لإصابة لفترة طويلة يمكن أجمل إشي في مباراة الوحدات والصريح أنه شوفنا لاعب المنتخب الوطني براهيم صبر اللي عمره لسه ما وصل 19 سنة عشان نبطل نحكي أنه لاعب عمره 19 سنة صغير خلينا نكسرها هاي السنة ويكون لا خلص لاعب فريق أول ما نظل نحكي عنهم صغار لأنه عندهم مكانات يعني هي سجل هدف في مباراة الصريح وصنع كمان هدف وكان كثير خطير على المرمى وحتى نحكي صراحة حتى تعاقدات فريق نادي الصريح يمكن الظهور الأول لا يعني أنه هذا رح يكون مستوى بفريق صريح يمكن مرات الواقعية بالتعامل مع المباراة أنه المدرب شاف أنه جهوزية الفريق عالية فليعب بنظام مفتوح مع فريق زي الوحدات لكن حتى المراكز والاستخطابات اللاعبين لا يوجد تكديس لا يوجد منطق حتى إذا مننتبه شغلة كثير مهمة التعاقدات الأندي من ناحية القيم المالية الموسم هذا أفضل موسم يعني الصقف فيه هناك يعني هناك التزام كثير من أندي بالصقف مع اللاعبين اللهم بالالتزام يعني يعطي اللاعب عشر تلاف استعطيهم أحسن من ثلاثين ألف ما يأخذوا سمنهم أكيد المصداقية مهمة يعني كثير أندي حتى الأهلي بصراحة شوفنا مقابل أستاذ عون نغوى رئيس النادي لما صارحك أهم شيء بخطة الموسم أنه تكون الخطة مناسب للقدرة المالية وما تتجاوزها عشان أنا ما يعاني الموسم البعده فكانت خطة متدرجة حافظ على ستين بمين هيكل فريق فالأندي بتشتغل صراحة السنهاية يشايفينها بعقلانية ومنطقية وكان وضوح أهم شغلة كيف الأندي لأن الأمانة وقفت مباسرة على الاتحاد رغم الظروف ورغم أنه زي ما انت حكيت عن تقنية المشاهد أو المستمع بجهة الأمور تقنية عالية كثيرا بهذه الأمور ليس شيء سهل ومكلف جدا وبدأك عدد من الحكام أيضا عدد من الحكام بدأك تأهل الحكام وإذا عملت على كل ملاعب بنفس العدالة كمان هذا كثير رح يكون مكلف الملاعب ليس مجاهزة كلها لتقنية العدالة واحد يصير عندنا كابتن أنت بتابع مباراة قوية جماهيرية قد تكون حاسمة أو تحدد اتجاهه مسار بطولة الدورة يحدث خطأ تعكيم ومؤثر تكون المطالب بالفار اليوم مهو اتحاد الكرة يطبق تقنية الفار لا تفرد على مباراة واحدة وتفرد على ست مباراة كل أسبوع فأنت ترى التكلفة هنا تتوفر عدد حكم في غرفة الفار والملاعب كلها لأنه لا تستطيع أن تتجع مباراة واحدة بالموسم أو أربع أو خمس مباراة تطبق ولو هيك موضوع سهل كثير حتى الجميع لا تقبل حتى لو نادي عنده ألف مشجع لا يقبل واليوم النظر تكون شمولي لجميع أنه يكون بكل تأكيد بالطالب وكذا لكن في بعض الأوقات يكون الكلام أنه لكن التطبيق صعب على عرض الواقع لكن إن شاء الله بدها عملية تشاركية بين وزارة الشباب والاتحاد اللجل المبير يعني لو وزارة الشباب بدأت تعمل عملية تجهيز الغرف التي تصلح يعني هي ما رح تزبط في يوم ويومين بعض الملاعب ممكن ما يكون فيها مشعلة غرف بدها وقت يعني ما رح تزبط في يوم ويومين شكرا لتمديدات يمكن لموضوع الكاميرات والتمديدات الداخلية يمكن مرات البث التلفزيوني البث التلفزيوني لبعض المباريات في بعض الملاعب صاحب نعم فتقنية الفارلس فيها دقة أعلى إن شاء الله أنه موسم بوادر إيجابيا يكون أفضل لأن كما تحدثنا هي دعوة للجمهير بأن تتواجد في المدرجات في موسم إن شاء الله يكون موسم أفضل من الموسم السابق مع نهاية هذه الحلقة شكرا كابتن عمال تعجتنا بالشكل العام عن آخر المستجدات عن شؤون الكرة الأردنية عن الأسبوع القادم يوم الغد سنتحدث بالتفصيل عن مواجهات الأسبوع الثاني لبطولة دوري المحترفين لكرة القدرة شكرا كابتن عمال شكرا لكم وشكرا لكم مشاهدين الكرام على الحسن المتابعة تحية مني لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر